من حيث ظنت أنها تمكنت من إحكام سيطرتها على مفاصل العراق بعد تشكيل حكومة السوداني دخلت أحزاب الإطار التنسيقي في عمق الأزمة مجددا رغم أنها تحاول التظاهر بمظهر المنتصر الذي استقل بالمشهد وأزاح الخصوم لكن ثم تم طبات بدأت تعترض طريق الإطار التنسيقي تتعلق بالواقع الاقتصادي وظروف الأمنية وتدعيات الضغوط الغربية على إيران فعلى الصعيد الداخلي لا يزال التيار الصدري قادرا على إقلاق راحة قوى الإطار وفتح مواجهة معها مجددا إذ إن التيار الصدري يمتلك مناصرين وله جناح ميليشيوي إضافة إلى علاقات الإقليمية وكما تشير الوقائع لم يغادر الصدر الساحة السياسية بل لا يزال بين الحين والآخر يحرك المشهد ويخرج سياسيه بتصريحات تحمل لغة تهديد لخصومه مجرد وجود كتلة التيار الصدري كدولة موازية للنفوذ الإطار التنسيقي يشكل تهديدا مستمرا لهذا النفوذ الإطار التنسيقي نفسه يعاني من صراعات داخلية تؤجل انفجارها المصالح الآنية إذ ثم تتياران أحدهما له علاقات مع أمريكا بالإضافة لولائه لإيران والآخر خالص الولاء لإيران لدرجات أنه يريد استنساخ تجربة الحرس التوري الإيراني في العراق كذلك على الصعيد الداخلي أصبحت الحراكات الشعبية المستمرة ضد العملية السياسية لاعبا مهما في الساحة العراقية ولسيما ثورة تشرين بعد أن تبلورت معالمها ورسمت خارطة طريق واضحة وبالتالي يشكل الحراك الشعبي عامل ضغط على الأحزاب الحاكمة وعلى الصعيد الخارجي بدأت تشعر قوى الإطار بخطر التقارب السعودي الإيراني الذي قد تكون إحدى ضحاياه لذلك تحاول التظاهر بأن جبهتها الداخلية صامدة ومتماسكة لذلك أطلقت قانون سانتليغو الانتخابي الذي تحاول من خلاله الكتل الكبيرة الهيمنة على الكتل الصغيرة وإلغاء تأثيرها ودورها العملية السياسية بأحزابها وميليشياتها عبارة عن بيادق بيد القوى التي اتفقت على احتلال العراق وما أسرع أن تتساقط هذه البيادق بمجرد تغير المزاج الدولي